موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أقاتكم مشاهدين الكرام وأهلاً وسهلاً بكم إلى حديث الصحافة لهذا اليوم نبدأ من مجلة فورين أفيرز الأمريكية التي نشرت مقالاً لآريل روث بعنوان هكذا انتصرت حماس جاءفي لا يهم كيف ومتى سوف ينتهي الصراع بين حماس وإسرائيل فهما أمران مؤكداً الأمر الأول سوف يكون في وسع إسرائيل ادعاء تحقيق نصر تكتيكي والأمر الثاني هو أنها ربما تعاني من هزيمة استراتيجية على المستوى التكتيكي نجاح نظام صواريخ القبة الحديدية حفظ على مستوى الإصابة ضمن الإسرائيليين قريباً من الصفر وقلل حجم الضرر الناجم عن الصواريخ التي تطلق من غزة الاشياح البري الإسرائيلي سوف يحقق نجاحاً أيضاً في تدمير العديد من أنفاق حماس مثل هذه الإنجازات التكتيكية لا ينبغي التقليل من حجمها ولكنها لا ترقى لأن تكون نصراً استراتيجياً في الحقيقة لدى إسرائيل تاريخ من ادعاء النصر بحين أن الواقع يشير إلى أنها تعرضت للهزيمة حرب أكتوبر عام 1973 أفضل مثال على ذلك إدعت إسرائيل أنها انتصرت لأن قواتها أنهت الحرب على الجانب الغربي من قناة السويس ولكن الحقيقة هي أن مصر حققت نصراً استراتيجياً ربما تعتقد إسرائيل لعدم وجود أعداد كبيرة من القتل الإسرائيليين يشير ذلك إلى فشل حماس ولكن الإسرائيليين مخطئون في هذه النقطة أيضاً قتل أعداد كبيرة من الإسرائيليين سوف يكون بمثابة جائزة صغيرة لحماس ولكن ذلك لن يكون أمراً حيوياً وفقاً لتعريف حماس لنجاح استراتيجي هدف حماس هو تحطيم شعور إسرائيل بالحياة الطبيعية ويتابع الكاتب قائلاً إطلاق الصواريخ قصيرة المدى على مدن جنوب إسرائيل مذ انتحاب إسرائيل من غزة لم يسبب ما فيه الكفاية من الإزعاج لباقي أنحاء إسرائيل وبالتالي عدم حصول حماس على أي فائدة استراتيجية جولة العنف الجديدة هذه تسببت في حالة اضطراب كبيرة الصواريخ التي أطلقت من غزة أثارت صفارات الإنذار في كل من تل أبيب والقدس وحيفا ومير السبع هذه الصواريخ جعلت الجميع تقريباً يسارعون إلى الملاجئ عدة مرات في اليوم وبددت وهم بأن ما يحدث هناك لن يؤثر على حياتنا هنا وهذا كاف من نسبة لحماس لتعلن النصر ولكن الجماعة تسعى إلى تحقيق المزيد من المكاسب الاستراتيجية أيضاً أولاً عدد الإصابات غير المتناسب بين إسرائيل وغزة سوف يجعل إسرائيل تبدو على الأقل في عيون الكثير من الغربيين كطرف معتد ثانياً الردود الإسرائيلية التي سوت المباني في غزة بالتراب وتركت خلفها جثثاً مشوهة قصص تجلب المزيد من بيع الصحف وهكذا ركز العالم اهتمامه على غزة وفي هذا الصدد فإن حماس حققت نصراً حقيقياً فقد حطمت الوهم الإسرائيلي بأن الجمودة السياسية مع الفلسطينيين خالم من أي تكلفة فقد أظهرت للإسرائيليين أنه حتى لو لم يكن لوسع الفلسطينيين قتلهم فإنه بإمكانهم جعلهم يدفعون ثمناً نفسياً باهضاً كما أن ذلك أظهر القضية الفلسطينية بوضوح وعزز من نظرة أن الفلسطينيين هم ضحايا ضعفاء يقفون في مواجهة معتد قوي وهذا الشعور يترجم إلى ضغط على إسرائيل لعزلها سياسياً وتدميرها من خلال حملة المقاطعات الاقتصادية أما وكالة أكي الإيطالية للأنباء فقد نشرت موضوعاً عن تواصل القافلة الثقافية السورية لجولتها الأوروبية تحت شعار الحرية لشعب سوريا القافلة الثقافية السورية تجوب مدناً في كل من فرنسا وإيطاليا والنمسا وألمانيا وسويسرا وتحاول وفق المشرف عليها التأكيد على أن الثورة حرت الإبداعات قبل الانتصار السياسي والتخلص من الدكتاتورية والقافلة الجوالة التي انطلقت من باريس في الثاني عشر من الشهر الماضي وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري هي مبادرة لمثقفين وفنانين وجمعيات سورية أوروبية يقام خلالها ندوات فكرية ومعارض فنية وأمسيات موسيقية ومسرحيات وعرض لأفلام قصيرة وتجربية ونشاطات فنية ويشارك في القافلة عدد كبير من الرسامين والمصورين والموسيقيين والكتاب والسينمائيين والمسرحيين السوريين وبعض من الأوروبيين الذين يقيمون في المدن التي تزورها القافلة وأوضح منسق المشروع محمد الرومي أن الكتاب والفنانين المشاركين في هذا النشاط لا يرافقون الرحلة بشكل دائم إنما يتبادلون المشاركة على مدار أيام رحلة بالتناوب وعن أهم رسائل التي يأملون أن تصلها هذه المبادرة قال الرومي سنقول للمجتمع الأوروبي إن سوريا بلد الحضارة وليست بلد القتال كما يجري تصويرها وسنتحدث عن ثورتنا السلمية والتي حرت من البداية الإبداعات قبل الانتصار السياسي والتخلص من الدكتاتورية وإننا شعب فيه طاقات ومبدعون نتطلع لبناء مجتمع ديمقراطي مدني وفق منسق المشروع فإن القافلة تغطي كافة المصاريف من المشتركين والتبرعات التي يقدمها أفراد وجمعيات تعبيرا عن تضامنهم مع النضال التحرري للشعب السوري وأشر إلى أنها مبادرة شخصية لم تطلب الدعم من المعارضة السورية مشاهدين الكرام نشرت صحيفة الحياة مقالاً لوليد الشقير بعنوان من غزة إلى سوريا والموصل جاء فيه أعادت حرب غزة الهبجية سائل الأذهن مفارقات تتعلق بالنظام الدولي الذي يقوم بينما يقوم عليه على شرعة حقوق الإنسان وحماية اللاجئين وحق تقرير البصير وكل فصول القانون الدولي وهي مفارقات انكشفت قبل غزة في حرب العراق ثم في الحرب الدائرة في سوريا ثم مجدداً نتيجة ما جرى في الموصل ببروز تنظيم داعش وفتكه بالأقليات المسيحية والتركمانية والكردية وحتى بالسنة الذين بدأوا حركة تمرد على التنظيم وإذا كانت مذبحة غزة أصطع البراهين على صمت المجتمع الدولي وانتقائيته فإن آخر المفارقات كانت في اليوم نفسه لسقوط زهاء 170 شهيداً فلسطينياً وارتفاع عدد الشهداء في غزة إلى ما يناهز الألف وأربعمائة أو الأمس حين فرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على روسيا فتناول بيع الأسلحات والنفط والقطاع المصرفي بسبب تدخلها في أوكرانيا وحاول الكريملين دون أن يقرر الأوكرانيون مصيرهم بأنفسهم وفي اليوم نفسه عجزت واشنطن والدول المعنية كافة عن تحقيق هدنة إنسانية لساعات لعل الغزيين يتمكنون من التقاط الأنفاس لم ينقى الرفض الإسرائيلي لهذه الهدنة وإقرار أن قواتها رفضت هذا الرفض بقصف المزيد من المدارس التابعة للأمم المتحدة لم تلقى إلا احتجاجاً أمريكياً خجولاً على هذا القصف الذي أودى بحياة أطفال ونساء ولم يأتي هذا الاحتجاج إلا لأن منظمة الأونيروا اتهمت إسرائيل مباشرة بتلك المجزرة عند أبواب غزة تسقط ذريعة إدارة باراك أوباما أنها تحتاج إلى إجماع دولي من أجل مواجهة العنف في أي مكان في العالم هذه هي الحجة التي استخدمتها للمتناع على التدخل في سوريا لحماية المدنيين بفعل الفيتر الروسي الصيني وحين يتوافر هذا الإجماع في الشأن الفلسطيني ترفضه ما يسقط إمكان تحقيق هذه الحماية وتصطعض عنها بعقوبات وهي ضد نظام بشار الأسد لا تمنعه من مواصلة الفتك بشعبه لاستلاد حجة قتل حكام العرب من شعوبهم أكثر مما تفعله إسرائيل ويختتم الكاتب مقاله قائلا المفارقات في سلوك المجتمع الدولي إزاء الحماية الدولية للضعفة لا تدل إلا على رياء الدول الكبرى وهشاشة النظام الدولي الجديد القائمة على الصفقات التي يذهب هؤلاء ضحايا لها ننتقل الآن مشاهدين الكرام إلى موقع العربي الجديد الذي نشر مقالا لميشيل كيلو بعنوان معركة غزة الأسادية جاء فيه يصعب أن يفهم المرء عدوان إسرائيل على الشعب الفلسطيني في غزة من دون إدراجه في سياق نعام تعيشه المنطقة العربية منذ قرابة أربعة أعوام يتضمن إعادة تفتيت منطقة المشرق وإعادة تركيبها انطلاقا من سياسة الفوضى الخلاقة والتي ما لبثت أن استغل الثورات الربيع العربي لكي تخترقها وتحولها عن أهدافها وتقلبها إلى حروب متداخلة متشابكة يشترك طرفها الرئيسيا النظم القائمة والتنظيمات الإرهابية في قتل شعوب المنطقة وتدمير ما عمرته خلال قرون تبين مناظر الدمار في غزة التشابه بل والتطابق بينما يجري هناك اليوم وفي سوريا منذ نحو أربعة أعوام فأنت عندما تنظر إلى غزة فكأنك ترى دمشق أو حلم وحين تنظر إلى حماه وإدلب فكأنك ترى حي الشجاعية أو مدينة رفح وخان يونس فدمار نفسه والشهداء هم عين الشهداء والدم هو الدم ذاته القاتل واحد ويستخدم أسلوبا واحدا في القتل والتدمير والإبادة ويتبع نهجا مشتركا في اعتبار كل من ليس في صفه أو منه ومعه مخربا وقاعدة وأصوليا وتكفيريا لمكان له بالتالي في هذه الحياة الدنيا وإن كان ثم تفرق جوهري بين الحالتين السورية والفلسطينية فهو أن صهينة فلسطين يقتلون شعبا أجنبيا وغريبا عنهم أما صهينة دمشق فيقتلون شعبهم ولو رقبنا مجرى في اليمن إبان ثورتها لوجدناه ينقسم إلى مرحلتين واحدة سبقت الثورة السورية كان النظام خلالها متحفظا نسبيا في قتل المتظاهرين وأخرى تنتي الثورة السورية والذي بدأ فيه طورا أسديا من سلوكه قتل فيه المئات كل أسبوع كأن علي عبدالله صالح كان يقول ليش مسموح للأسد وما مسموح لأنا بدي أعمل مثله والمقمول دوليا عنده يجب أن يكون مقبولا عندي أما إسرائيل فقد غدا حكامها أسديين بامتياز لأنهم تعلموا الكثير من الدرس الأسدي وأن موقفهم يكرره ما يفعله الأسد ضد شعبه لذلك انتقلوا من تدمير البيوت إلى تدمير الأحياء والمدن من قتل المقاومين إلى قتل الأطفال والنسوة والشيوخ ومن قصف المواقع العسكرية إلى قصف المشافي والمدارس والأفران والأسواق ليست معركة فلسطين منفصلة عن معركة السوريين والعراقيين من أجل الحرية وإذا كان الاحتلال الإسرائيلي الخالجي هو عدو غزة فإن سلوك نظامي دمشق وبغداد يجعل منهم احتلالين داخليين لوطنيهما تتفق أفعالهما مع ما فعله الصهاينة تاريخيا ضد شققهما الثالث شعب فلسطين الذي علم أشقاءه النضال والتمسك بالحرية لن يبقى في حاله الراهنة بعد أن يسقط صهاينة الداخل ويتفرغ أحرار سوريا لشركائهم في القتل صهاينة الخارج مواصل مشاهدنا مع صحيفة القبس الكويتية التي نشرت تحت عنوان مهندس حماس تفوق حتى على الفيتكونغ حركة مقاومة مسلحة فيتنامية يقول الجيش الإسرائيلي إنه لن يوقف عدوانه على غزة قبل تدمير الأنفاق التي يستخدمها المقاتلون الفلسطينيون للعبور إلى إسرائيل هذه الشبكة المتطورة من الممرات والموجودة تحت الأرض ليست وردة اللحظة بل مؤشر على بنائها قبل 15 عاما لتهريب السلاح والبضائع من مصر وقد نقلت حماس فن حفر الأنفاق إلى مستوى جديد كليا وخلال الأعوام الماضية تمكنت حماس من بناء سلسلة من الدشم الموجودة تحت الأرض والمرتبطة بشبكة متطورة من الأنفاق ذات المداخل والمخالج الكثيرة حادث الصحافة متواصل معكم مشاهدين ونقرأ الآن في صحيفة ستار التركية التي نشرت مقالة للكاتب جميل أرتم بعنوان تحالف قتلت الأطفال جاء فيه أنضينا عيدا بلا فرحة لكن هذه الأيام أظهرت لنا حقائق جد مهمة فحالة الحرب وأيام الحرب صريحة جدا فالحرب تكثف السياسة ولكنها في نفس الوقت تعريها ويظهر كل شيء في الحرب وينكشف فتتضح الصفوف وتذهب سدى كل الجهود التي يبذلها من يحاول الظهور في موقع الحياد أيام الحروب في الوقت الذي تقصف فيه إسرائيل المستشفيات ورياض الأطفال من الطبيعي أن لا يتبنى غير المجرمين الصهاين تلك الهجمات المؤدون لإسرائيل دولة الحرب هم الاتحاد الأوروبي ومركزه ألمانيا والدول العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن ومركزه السعودية وقد أشر النافذ هيرست الخبر في شؤون الشرق الأوسط فيما قال له بأن تلك الدول تجكل الجبهة الناعمة لإسرائيل والجبهة المقابلة تقف فيها تركيا وقطر وفلسطين والمعارضة المصرية متمثلة في جماعة الإخوان المسلمين تركيا ليست واحدة إزاء الحرب على غزة علينا أن لا ننسى أن أكبر داعم التحالف الحربي الإسرائيلي داخل تركيا هم الجبهة المعارضة لأردغان والذين تلقوا الدعم المالي والإعلامي في أحداث تقسيم وعملية السابع عشر من تشرين الثاني من الجبهة الألمانية الإسرائيلية والسعودية والإماراتية ونحن نعرف بأن السعودية قد خصصت عشرين مليار دولار لتمويل العمليات التي بدأت من قلاب السيسي حتى الحرب الأخيرة على غزة ونعلم كذلك أن رأس المال الذي يتخذ من السعودية مركزاً قد خص نحو سبعة عشر مليار دولار لتمويل العمليات في تركيا وقد تم استخدام جزء من ذلك المبلغ والجبهة التي تهاجم غزة حالياً يتزعمها مرشح رئاسة الجمهورية في تركيا أكمل الدين إحسان أغلو هذا هو الحال في تركيا ولو لم تكن عملية التجسس التي يجري التحقيق فيها خلال هذه الأيام لكانت تلك الجبهة ستشن حملة شعواء بعد العيد خلال حملة الانتخابات الرئاسية غير أن عملية التحقيق تلك كانت الجواب من داخل تركيا على الجبهة التي تحارب غزة وستواصل تركيا طريقها في دعم كافة الشعوب المستضعفة في المنطقة وعلى رأسهم الفلسطينيون نصل مشاهدنا الكرام إلى آخر مقالاتنا في حلقة اليوم حيث نشرت مجلة أكسجين مقالاً بعنوان عيدكم باكن أيها السوريون جاء فيه يمر عيد الفطر هذا العام حزيناً كحاله في الأعوام الأخيرة ومنذ عام 2011 أي منذ اندلاع الثورة السورية تفائل السوريون باقتراب النصر والتخلص من طاغية القرن الحادي والعشرين الذي عاث فساداً في سوريا بعد أن قتل شبابها وشيبها لساءها وأطفالها بمن فيهم الرضع والأجنة داخل الأرحم وهناك حالات عديدة لإصابة الأجنة في أرحام أمهاتهم للعيد طقوس جميلة أولها الفرح والفرح السوري غائب منذ أربعة أعوام وسط الموت والدماء لحل الحزن وكان الثياب الجديدة الضحكة ضائعة بين التشرد وغياب أحد الوالدين ربما العائلة لأسرها مع غياب محل بيع الحلوى ودمارها أروا بأصحابها ونزوحهم غابت طقوس الشراء مع فقدان المال والمكان توصى الضائقة المادية والفاقة والعوز التي أضحت من سمات الأسرة السورية سواء التي بقيت في داخل سوريا أم الأسر التي لجأت إلى الدول المجاورة مع سوء الوضع المعيشي والحصار وفقدان العمل والدخل بآن واحد كمن عدمت زيارات المعايدة فلم تبقى عين إلا ودمعت في سوريا وهناك الشهداء والمعتقلون والمفقودون الأسر حزينة والأعياد لا طعم لها مع غياب الغوالي فقد كشفت الرابطة السورية لحقوق الإنسان أن أعداد القتلى والمعتقلين تتجاوز بأضعاف ما هو معلم وأن ذلك يرجع لأمور سياسية منها الرغبة في عدم إحداث صدمة أمام الرأي العام وأن هناك العديد من السجون التي تضم آلاف المعتقلين الذين يموتون تحت التعذيب يوميا حيث شهادات موثقة لدى الرابطة تؤكد وجود سجون سرية تضم عشرات آلاف المعتقلين نادرا ما يخرج السجناء منها أحيان بلغ عدد الشهداء الموثقين بشكل كامل مائة وثمانية عشر ألفا وثمانمائة وثلاثة وستين شهد عدد الجرح التقريبي فوق 187 ألف عدد المعتقلين التقريبي فوق 258 ألف عدد المفقودين التقريبي فوق 9 ألف عدد اللاجئين خارج سوريا فوق 3 ملايين و500 ألف عدد النازحين داخل سوريا فوق 7 ملايين و600 ألف بالنتيجة فإن مجموعة عدد ضحايا العنف أحد عشر مليون وثمانمائة ألف بين شهداء وجرحى ومعتقلين ومفقودين ولاجئين ونازحين عدد أفراد العائلة المتأثرة ستون بالمئة من تعداد الشعب السوري عدد العائلة التي أصبحت بدون معيل حوالي مائة وأربعة وعشرين ألف عائلة عدد الشهداء الكلي التقديري بحسب عدد المعتقلين والمفقودين يفوق مائتين وثلاثين ألف شهيد تفيد الأعداد الإجمالية بالمعدلات التالية بحسب الأعداد الموثقة بشكل كامل كل أربع دقائق يعتقل نظام مواطنا كل عشر دقائق يجرح نظام مواطنا كل ثلاثة عشر دقيقة يغيب نظام مواطنا كل خمسة عشر دقيقة يقتل نظام مواطنا كل يوم يقتل نظام ثمانية أطفل كل يوم يقتل نظام أربعة مواطنين تحت التعذيب كل يوم يهجر نظام ثلاثة آلاف وأربعين مواطنا وينزح ستة آلاف وخمسمائة مواطن داخل الوطن هذا هو ثمن حريتكم أيها السوريون حتى يأتي عيدكم الحقيقي بحريتكم الكاملة إلى هنا مشاهدنا الكرام تنتهي جولتنا من حديث الصحافة لهذا اليوم أشبر لكم حسن متابعتكم ألتقي وإياكم مجددا غدا إن شاء الله دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة